أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أهمية الدعم وتحفيز المستمر لقطاع الصناعة وخلال متابعته إجراءات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وما كانت إجراءاته أشار رئيس الوزراء إلا أن الحكومة تحرص على دفع الخطوات التي تتم في إطار هذا البرنامج لكونه يعزز خطط الدولة لتنمية الصدرات في القطاعات المختلفة وإجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين بالأسواق الخارجية مشيرا إلى أن هناك توجيها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحفيز المستمر لقطاع الصناعة وانتظام صرف قيم أهباء الصدرات